الخوف من الأعواز المادية بمناسبة يعني تعويم الجنيه والدنيا اللي قلبت وعدلت والأسعار وحاجة مين كان يتوقع كل المتغيرات دي ناس كتير خايفين ومرتبكين وبيعيدوا حساباتهم اللي كان حاجز مبلغ معين لحاجة معينة حس إنه مش هينفع والدنيا اتغيرت خالص خالص طب أجيب منين طب أكفز زاي ما هذا لمثلي هؤلاء ما كنتش عامل حسابي على كده أنا بطمن ومش أنا لكن السيد العظيم بطمن بقى جدا في هذه الجزئية فحوى الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت تسنية 33-27 هو خطط المستقبل الأبدي ولا لا خطط المستقبل الأبدي وتخطيط المستقبل وضمان المستقبل الأبدي ده كان مكلف جدا وإن المسيح يروح للصليب ويموت ويقوم أما المستقبل الزمني فده أمر بسيط جدا عند الرب يلي ضمنت حياتي هتقدر تضمن للأيام الجاية مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك على الآتي أشكرك ففيك ثقتي والمستقبل كل لديك مضمون فيه الخير وياك أنا لست أعلم ما قد يكون في غدي ولا أعلم كم سيطول العمر بي لكنني يا ضمني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي ما فيش مجال أننا نقلق أو نرتبك رب كان شايف أني في مجاعة هتيجي ووسط كل الأرض في عيلة غالية فأرسل أمامهم رجلا قبل المجاعة بعشرين سنة لستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم ويشرف على التفاصيل ويتحكم فيها ويشرف على التفاصيل ويشرف على التفاصيل ويتحكم فيها من الجوع ويوسف يعتلي العرش وأول ما تبتدي السنين الجوع ويجو أخواته ويبقى فيه وسيلة نجاة وضمان لما بص على الأمثلة اللي أرناها في الأصحاح دو بصوا على العصافير العصافير أليست خمسة عصافير تباعوا بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله ممكن نطلع الآية في عدد ستة لو أتنى عشر ستة وسبعة بل شعور رؤوسكم أيضاً كي يفر ينسىنا اشتركوا في القناة